السبب المرضي الثالث لشعور الطفل بالألم في القدم هو التهاب الغدى النكافية والحقيقة الحمد لله إنه أصبح مرض قليل الظهور وده بسبب إن فيه تطعيم له وفي التطعيمات الأساسية يعني ما ينفعش إده مش تطعيم إضافي ده تطعيم أساسي تطعيمات الأساسية على فكرة هي الموجودة في شهادة الميلاد خلوا بلكم الحكاية دي والتطعيم ضد التهاب الغدى النكافية عند عمر سنة وجرعة تانية منشطة عند عمر سنة ونص بالمناسبة الغدد النكافية بتكون على جانبي الوجه ومسؤولة عن إفراز اللعاب مع غدتين تانيين تحت اللسان وغدتين تلتين تحت الفك السفلي يعني الإجمالي هم ست غدد أعراض الغدد النكافية اللي الحمد لله ما بقتش شائعة خالص الحمى والصداع وألام العضلات والعزام وتورم الغدد على جانبي الفم والشعور بالألم طبعا أثناء البلة طيب السبب المرضي الرابع هو الإصابة بمرض شلل الأطفال والحمد لله برضو ألف حمد أنه أصبح مرض غير شائع حاليا بسبب التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال والتطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال بقى مختلفة لأنها بتتخذ كثير هقول لكم بتتخذ خلال أول أسبوع من الولادة أول أسبوع لازم يتخذ التطعيم ضد شلل الأطفال وعند عمر شهرين وعند عمر أربع شهور وعند عمر ست شهور وعند عمر تسعة شهور وعند عمر سنة وعند عمر سنة ونص كلنا كده لما نرجع لشهادات الميلاد بتاعة أولادنا وبناتنا طبعا هنلاقي أنهم أخذوا التطعيمات الأسية هتلاقوا مواعدهم وتبقى في جداول كده وتبقى حاجة جميلة جدا جدا تمام السبب المرضي الخامس من الأسباب المرضية لآلام القدم عند الأطفال هو عدوى العظام يعني العظام دي يكون فيها حالة مرضية تؤدي إلى العدو يعني حالة مرضية العظام دي تعادت منها بيكون فيه التهاب في منطقة قريبة التهاب في أنسجة قريبة تمام وهذه الالتهابات راحت نحية العظام عشان كده اسمها عدوى العظام بيكون هنا عبارة عن إيه بقى الإصابة بتكون فيها أكياس كده أكياس حويصلات كده أكياس على العظم بيكون فيها سائل وبيكون جنب العظم على طول وممكن تخترق لقدر الله العظم بس بيكون معها ارتفاع في الحرارة وآلام شديدة وصعوبة في الحركة تمام طيب السبب السادس هو لين العظام مرض لين العظام تمام والمرض لين العظام ده هو باختصار نقص حد في مستوى فيتامين دال في الجسم وإحنا قلنا من شوها صغرين قوي مصادر فيتامين دال كلها وقلنا دور أشعة الشمس طيب إيه السبب السابع؟ السبب السابع بعض الأمراض المناعية اللي احنا بنسميها autoimmune diseases autoimmune يعني اللي هي الأمراض ذاتية المناعة زي مرض الزئبة الحمرة أمراض الزئبة الحمرة مثلا ده على سبيل المثال يعني يؤدي إلى الإحساس بآلام في القدم عند الأطفال السبب الثامن هو سبب الحياة غير متوقع وشائع جدا وهو أنيميا نقص الحديد حد يقولي يا أنيميا نقص الحديد إيه اللي جاب الألعى جنب البحر؟ لا ما هو كله الجسم كله متصل ببعضه أنيميا نقص الحديد تؤدي لما الطفل بعنده نقص في الحديد ده يؤدي إلى شعوره بالألم في القدم ده بصفة عامة وبيكون ألم القدم ده واضح جدا جدا بقى عند الأطفال اللي عندهم نقص عندهم أنيميا نقص الحديد بس عندهم كمان مشاكل زي مثلا مرض السكر أو عندهم أمراض في الكلا أو أمراض يعني أمراض الكليتين تمام؟ ده بيكون عندهم بقى العرض ده واضح قوي طيب إيه السبب التاسع؟ السبب التاسع هو حالة مرضية اسمها بلانتر فاشيائتس أو بالعربي اسمها التهاب اللفافة الإخمصية هي بلانتر فاشيائة بالطب أسهل يعني وده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن التهاب يعني لو تخيلوا أن دي القدم كده التهاب في النسيج اللي بيوصل بين عظام الكعب يعني لو تخيلوا أن ده الكعب وصوابع القدم من قدام اللي هي في بطن الرجل يعني تمام؟ القلم هنا طبعا بيكون في الكعب وبطن القدم وأشهر أسباب الحالة المرضية دي أشهر الأسباب دي حالة اسمها بلانتر فاشيائتس أشهر أسبابها على إطلاق الوزن الزائد يعني أي طفل وزنه زائد أو حتى من الكبار حد كبير وزنه زائد يبقى معرض للي اسمها بلانتر فاشيائتس دي يجيله الألم ده عارفين إيه تاني من الأسباب؟ سبب غريب قوي الجريك كتير لما نجري كتير مش نجري يعني نسعى في الحياة ونجري على الأكل عيش الجري بالمعنى الحرفي علشان كده بيسموا بلانتر فاشيائتس ده بيسموه مرض العدائين العدائين اللي هما بيمرسوا رياضة العدو مش تسمعوا أنتو عن اللي بيمرس رياضة 100 متر و400 متر والماراثن وكده اللي فيه ناس فيه رياضة اسمها رياضة الجري أو رياضة العدو تمام؟ العدائين دول أكثر عرضة من غيرهم من الرياضيين إنهم يجيلهم الإصابة اللي اسمها بلانتر فاشيائتس ده كان السبب التاسع السبب العاشر ايه هو بقى هو التهاب عظام الكعب كعب القدم وده حاجة اسمها سيفر ديزيز عظم الكعب نفسه بيبقى فيه ألم وخلوا بالكوا انه التهاب عظام الكعب ده هنا بيؤدي الى الشعور بالألم في القدم كله خلاص وده مختلف خالص او شكل الألم مختلف طبعا اللي بيفرق هو هنا الأطباء بس مختلف عن الألم الذي ينتج نتيجة زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم اللي هو اليوريك أسد ده ده مختلف الاصابة في الكعب دي حاجة تانية حاجة اسمها سيفر ديزيز واصابة شهيرة جدا جدا تمام وبرضو يعني ده كان السبب العاشر فيه بقى السبب الحداشر والأخير هو التهاب وطر أكيلس كش انتوا تسمعوا الحكاية دي وتسمعوا حتى في المباراة كرة القدم ويقولك يغيب اللاعب للإصابة بالتهاب في وطر أكيلس او بتمزق في وطر أكيلس او تمزق وطر العرقوب بالمناسبة دي فيه ناس كتيرة قوي ما يعرفوش قصة وطر أكيلس يعني هو ناس كتيرة قوي بلا استثناء ممكن يكونوا عارفين ايه وطر أكيلس ان هو الوطر اللي هو من عند الكعب كده العرقوب بتاع الرجل شوف فيه مثلا يقول كل واحد متعلق من عرقوبه تمام على فكرة دي اللي علاقة بالقصة الشهيرة او الاسطورة بتاعت وطر أكيلس أكيلس ده كان محارب شهير جدا يعني ده اسم بني آدم خلاص محارب شهير جدا في الاساطير اليونانية اسمه أخيل او أكيل يعني هي حسب ما بتكتب يعني تمام او قصدي حسب ما بتنطق بالعربية انما هو أكيل يعني هي تنطق بحرف الك مامته ودي كانت الهة يعني في آلهة الاغريق اسمها تيتس حاول التحميم من الموت دي القصة دي القصة الاغريق الاسطورة يعني فقامت بغمسه يعني مسكته كده من عند كعبه وغطسته كده في نهر اسمه السايتكس نهر السايتكس ده كان نهر اسطوري برضو ان اللي بيختص فيه مايموتش او يعني اعوز بالله يعني يعني انه هو دي كانت الاسطورة بتاعته بس هيكت مسكة من عرقوبه خلاص فهو غطست كله معدى العرقوب فالعرقوب ده ما جاش عليه ايه مية الخلود بحسب القصة او حسب الاسطير اليونانية جي بقى الاستاذ اكيل ده او اكيلس ده اكيلس ده هو اسمه اكيل هي اكيلس دي عشان نسبة الى التندن او الوطر يعني جي في حرب اسمها ترواضة ودي حرب شهيرة جدا اصيب اكيل ده بسهم في كعبه اللي هو ايه اللي هو ما كانش محمي يعني فوقع وتقتل وده طبعا اللي انا قلته ده هو اللي اتحكى في القصص اليونانية على فكرة التهاب واتر اكيلس او تمزق واتر اكيلس ده يعد من اشهر الاصابات عند الرياضيين كلهم كل انواع الرياضة بيكونوا معرضين للاصابة الاصابة دي يعني من اكتر نسبة مئوية يعني اكتر اصابة بتحصل للرياضيين اللي بتيجي في واتر اكيل او في واتر اكيلس ده تمام؟ قلنا كده لحضراتكم 16 سبب لآلام القدم عند الاطفال حل؟ طيب في السؤال بقى نرجع للسؤال كان مكتوب فيه ايه؟ كان مذكور فيه انه آلام القدم بدون اعراض كان مكتوب كده مفيش اعراض مصاحبة لكن دي فرصة بقى ان انا اقول لحضراتكم ايه هي الاعراض المقلقة؟ بمعنى ايه؟ ان لما طفل يبقى عنده قلم في القدم خلاص؟ ده في حد ذاته من وجهة نظري ونصيحة ليكم لما طفل يبقى عنده قلم في قدمه لازم نتوجه الى الطبيب طور وبالمناسبة احنا عندنا اتجاهين هنا في التحرك يا اما بنروح لتخصص العظام على طول يا اما بنروح لطبيب الطفل وطبيب الطفل يا اما هيكون قادر على العلاج او انه هو اللي هيحولنا الى طبيب عظام لكن فيه اعراض تانية مقلقة غير الالم بخلاف الالم يعني ايه هي بقى اعراض المقلقة اللي تزود الالأ كمان لقدر الله يعني في حال وجودها اول هذه الاعراض هي برودة القدم المصابة يعني لما الطفل يقول او احنا نستشعر احنا نستشعر لو هو مش قادر رسه يقول او يعب ان رجله مثلا قدمه اليمين بتوجعه قدمه الشمال ولاحظنا احنا ان القدم دي ساعة ده عرض مقلق جدا او عرض تاني مقلق ان يكون هناك شحوب في لون القدم والشحوب دي ان اللونها شاحب يعني لونها يبقى باهت اللي هو واحد لما حد يشوفك كده او حد يشوف حد يقوله انت ملك شاحب كده تلاقي وشه مبيض يعني مفوخوش اللون البينك او اللون اللونه بمبة خفيف اللي هو اللي بيميز الجسم حتى لو هو يميل الى انه يكون من اصحاب البشرة البيضاء يعني بس قصدي ايه انه يبقى هنا القدم فيها شحوب ده من علامات الخطر شوي من الاعراض المقلقة برضو تورم القدم ان القدم تكون ورمة تمام ايه برضو من يعني نرجع بس للنقطة دي تاني انه النقطة دي مهمة اوي تورم القدم تمام من الاعراض المقلقة برضو تغير لون القدم يعني لو لون القدم دي لقيناها احمرت اوي او ازرقت فاهمين قصدي او بقى فيها كده لونين في بعض او بقى في فاهمين ده ده من العلامات الخطر من علامات الخطر برضو او العلامات المقلقة التنميل ان القدم تبقى منملة دي برضو من علامات القلق كل ده شوفوا بعيدا عن احساس القلم يعني القلم ده مفروغ منه خلاص يعني القلم في حد ذاته يستوجب ان احنا نروح للدكتور لكن كل هزي الاعراض بقى لا واحنا نتحرك بسرعة كمان من ضمن الاعراض عدم القدرة على المشي او عدم القدرة على الوقوف او خروج مفصل القدم عن وضعه الطبيعي يعني نبقى حاسين كده ان المفصل بتاع القدم ها زي ما يكون خارج من مكانه زي ما يكون معووج زي ما يكون حصله بنسميحنا dislocation يعني ان هو خرج من مكانه او خرج من موضعه تمام كده هذه علامات مقلقة تخلينا او تستوجب مننا سرعة التحرك نحو طبيب العظام انا في وجهة نظري ان احنا من ضيعش وقت نروح لطبيب العظام على طول خلاص طبعا يعني احنا كأطباء اطفال بنقدر نتعامل في حاجات كتيرة ولكن مع وجود علامة من هذه العلامات المقلقة بخلاف الالم بتاع القدم يعني لو الالم بس بنروح لطبيب الاطفال الاول انما وجود بقى علامة من العلامات المقلقة دي لازم نروح لدكتور العظام على طول تمام او نروح لدكتور الاطفال وهو يوجهنا ما فيش مشكلة لكن انا رأيي الشخصي انا ان احنا نروح على طول للتخصص المعني بهذه الشجوة اخر حاجة عايز اقولها لحضراتكم في الموضوع ده هو عن حالة مرضية اسمها متلازمة تململ الساقين ودي برضو عشان لو كان حد من كل الستاشر سبب دول جي بقى حظنا وقال ايه لا ده انا عندي بقى حاجة تانية هي بقى تململ الساقين دي خلي بالكم انا قلت متلازمة تململ الساقين الساق اللي هي المسافة من القدم الى الرجبة خلاص كده اللي فيها عضلة السمانة وكده خلاص دي احنا يعني او اسمها ريستلس ليج سندروم متلازمة تململ الساقين ودي عبارة عن ايه عبارة عن رغبة دائمة في تحريك القدمين القدمين يعني يعني حد بيبقى قاعد خلوا بالكم قوي من انا بقولوا بقى من الوصف رغم انها اسمها متلازمة تململ الساقين لكن ترجمتها ايه بقى يعني اللي عنده بقى الحالة دي بيعاني من ايه او ايه العرض الظاهر عنده لما يعد يبقى عنده رغبة دائمة انه يحرك القدمين انا ليه بقى بركز عن نقطة دي علشان فيه ناس وهي قاعدة بتهز رجلها كده لأ مش هي دي مش هي دي اللي انا اصدي عليه مش فيه ناس وهي قاعدة كده بتقعد تعمل كده رجلها كده حتى لو حد دعت جنبه يقول له يا اخي بطل بقى ما انت ليه وطرتنا كده فيه ناس تقعد تهز رجلها كده رجال وسيدات ولاد وبنات واطفال لأ التانية لأ ابقى التانية تلاقي بيحرك القدمين بتلاقي رجلها هي اللي عمالها تتحرك شايفيني انا بعمل ايدي ازاي وامتى بقى اكتر اذا قاعد فترة طويلة او اذا كان هينام او هو نايم حتى خلوا بالكم فدي علشان كده حتى يعني هي دي بتصنف طبيا على انها شكل من اشكال اضطراب الجهاز العصبي الجهاز العصبي يعني هي مش محسوبة على امراض العظام وبعض الاراء الطبية بتحسبها على اضطرابات النوم اصلا نصيحة عامة عايز اقولها لحضراتكم ما تيجوا نختصر بقى القصة كلها عند الشعور بالقلم لما ابننا او بنتنا طفل او كبير او شاب او راجل كبير او سيدة كبير عندهم ألم لان ألم القدم زي ما بقولكم له اسباب كتير قوي زي ما سمعت 16 سبب اسباب طبيعية واسباب لي علاقة بالحركة واسباب مرضية تمام كده ولو خدت بالكم 11 سبب مرضي من ال16 صحيح في احوال ندرة واخوال غير شائعة حاليا ولكن تبقى الغلبة للأحوال المرضية عشان كده نصيحتي ايه لحضراتكم عندما نشعر بآلام في القدم او اطفالنا ولادنا او بناتنا يشعروا بآلام في القدم يجب ان ننجز خطوة المشورة الطبية من فضلكم بلاش احنا نتصرف من نفسنا بلاش احنا نتصرع مش عايز اقول بلاش نفتي يعني فاهمين قصدي يعني بلاش اللي هو ايه نلفها كده بنداج ونشوق احيانا اللف ده ممكن يبقى غلط ممكن يبقى ده مزيد من الضغط على القدم فاهمين قصدي فلم نحس بوجود او نلاحظ وجود هذا العرض سواء باعراض او من غير اعراض مصاحبة يعني الالم في حد ذاته ده ده الحالة الاساسية معاها بقى اعراض مصاحبة او بغير اعراض مصاحبة نتوجه الى التخصص الطبي سواء طب العزام زي ما قلنا او طبيب الاطفال اذا كان هو قادر على العلاج هيعالج او هيحولنا الى طبيب عزام موسيقى او بالسلوب